السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وده لقاءنا الثاني وزي ما وقتكم نتكلم من هاردة في جزئية ضرورية وضروري ان يكون عندنا فاهم لها انا شايف ان هنا ندخل على طول في القوائم ونعمل ايه من غير ما نكون فاهمين ايه دراجات المعاملات اللي بتعامل معها في لاكسز ولا جات من اين اعتقد انه ده بيتعرض مع الهدف اللي احنا عملنا السلسلة بتاعتنا دي على شأنه عشان كده نفهم الاول الوركفلو والبلاكسز والموديل براموترز عشان بعدين لما يدخل بها في اي قائمة اشوف الروموزل بتاعت البراموترز او الخطوات اللي بيمشي بها البلاكسز اكون فاهم وعارف ان الدنيا ماشية ازاي انا شغال ما يكونش تاهم معي الامور اه لازم انا ابدأ في الطريقة دي اه اه مبارضر لبطن بالفيديو الاولاني انا مش هدخل انا اخطط في القوائم ودي بتاعمل كذا ودي بتيجي ازاي ودي مش عارف ايه من غير اي فهم القوائم دي او دلالات الرموز اللي الموجودة او القيم بتاعت الارقام اللي بدخلها انا قاعد بلاكسز عشان كده انا لازم اكون فاهم الاجزاء دي الاول اه ونستحمل شوية عشان قاطع ان نتعلم صح وانا عندي ثقل وانا بتعامل مع البرنامج لو كفاهم الامور كويس ومتقل البرنامج المشاكل كويس لابد ان انا امشي بالتدريج مش في يومين ثلاثة او محضرتين ثلاثة اطلع من البلاكسز البلاكسز اكبر من كده بكتير وعشان كده ايه مستحمل شوية نكون عندنا صبر سريعا كده ايه الورك فلو بتاع البلاكسز الورك فلو بتاع البلاكسز يعني المساحة العمل على البلاكسز ودي بتنقسم الى عدة خطوات اساسية اول خطوة فيها الموديلنج يعني ماذا ازاي ادخل الليارز بتاعة الصويل من خلال الاختيار الكريات بورهول اللي كلمنا فيها بسرعة كده وعرف ان ندخل عليها ازاي مرة اللي فاتت ومبنوان عليها بابدأ اوصف الطبقات بتاع الطلبة ومصافات كل طبقة زي كان البطيل وكل طبقة ولو كان فيه مية او مفيش مية بابدأ ايه اتعامل مع المنطقة ده ان شاء الله فيما بعد هنعرف ازاي ندخل على المنطقة او على الاجزاء دي من البرهول ده الموديلنج بعدها ادخل موديلنج واررف له الاسملي الموديلنج اللي بتعاون مع الطربة زي كان قعدة او ليبشة او حاجات وكل ما يخص المشروع بتاعي لان ابدأ اتعمل معه وعمل له سيمللات او مرحلة الموديلنج ده اسمي لها مرحلة الموديلنج ادخل بعد كده مرحلة الموديلنج اللي هي ان ادخل ما يفيدي او اللي بيعملو الاسملي الموديلنج التعويلي على مصورة ايزاء صغيرة جدا انا بتحكم في مساحتها اذا كان يعمل كورس ميشنج او ميديم او غيره من خلال الميشنج وبديله امر ويقوله ميشنج بيعمل ابدأ بيجسم الائتم عشان بناء عليها تظهر معي دقة الحل من عدم بعد ما بخلص الميشنج ديه وبدخل على مرحلة الكالكوليتنج ان انا باعرف البرنامج مراحل تنفيذ المشروع خلال الفيسز كل الفيسز من دول انا بدخلها للبرنامج ويقوله اذا كان مثلا حفر حفر المتر الاولاني وبشد السترات بتاعي وبعد كده المتر الثاني او المتر الثالث وبشد السترات دول مثلا اثنين فيز او ثلاثة فيز وهكذا الى الوصول الى عمق الحفر النهائي وشيد بايلز او اللي انا بعمله الشورنج سيستم اللي انا بعمله للحفر كل ده بيتعمل من خلال مرحلة الكالكوليتنج وبعد كده بعد ما بخلص الكالكوليتنج وبعرف البرنامج للمراحل بتاع التنفيذ المشروع في الطبيعة واللي بناء عليها هيعمل الانالسيس بتاعي بابدأ بعد ما بيخلص بيعمل لي بيوينج الريزالت دي او انا بعمله بيوينج بادخل اشوف الديسبلسمنت بابدأ اشوف المومنت اشوف النورمل وابدأ اشوف السترس والسترينز وكل التفاصيل اللي تهمني اللي من خلالها بتوقع اي موقف المشروع بعد ما اناكفزه اللي هيحصل ممكن بالزبط على المدى البعيد بعد كده لابد ان انا يكون عندي فكرة وفكرة متعمقة كمان عن البرامتر ان انا ما بدخل على اي قائمة مقام اللي شخصناها المرة اللي فاتت من خلال المترية الموديل الموديل انجل اخطر مثلا لانيا الاستيك او مور كولوم او صوفت كلي او صوفت صويل او صوفت او غير كل قائمة من دول اللي ما بدخل على البرامتر اللي بتاعتها بتظهرلي مجموعة من المعاملات هو بيطلب القيم بتاعتها القيم بتاعتها دي انا اوصل من فين اوصل لها من خلال التجربة المعملية اللي اتعاملت على العينات التربة في المعمل من خلال التري اكسيل تست او الودوميتر تست او الكمباكشن او غيره ايه هي المعاملات دي اللي بيطلبها وكل موديل من الموديلات اللي هو مور كولومب او غيره بيطلب مني مجموعة من المعاملات او البرامترز اللي بدخلها له كقيم عشان يكتمل معي الموديل ده التعريفه بالنسبة للبلاكسيز ويبدأ ايه يكمل معي خطوات بيطلب ملاجي مثلا بيظهر معي ممكن يظهر معي جاما بالك اللي هو الكسافة الرطبة للعينة وليه الكسافة الطبيعية من اي عينة من الطبيعة اللي راح اجيبها كلها جاما بالك ودي بتعين في الموقع في المعمل من شكل معينة يبقى جاما ساتوريشن اللي هي ايه الكسافة بتاعتي في الغمر او كسافة العينة المغمورة الاي اللي هو اليونجس مودولاس او الاستيفنس وده من خلال المنحنة اللي بحصل عليه لعلاقة ما بين الاسترين والاسترس ممكن اوصل لحسابات الاي او اليونجس مودولاس يعني اسمها اي خمسين او اي خمسين رفل دي اما الاثنين هما نفس القيم او اما نفس الرمز يعتبر اللي هي البلاكسيز بيسميها ولكن في الجيو تيكنيكا او في المعمل او كده بيسميها دريند يعني ايه العينة المصروفة انا بعمل الاختبار بدع بلاقي ان انا ممكن اتحكم في ان انا افتح المحبس اتعملها دريند اثناء التحميل او اتعملها لدريند انا دليم بيكون عينة هنا في المرحلة دي اي خمسين او الفتي باسما السي كانت استيفنس ون شوف المرحلة اي مكان السي كانت استيفنس ايه بسطع الاويد او الاويد ريف برضو من كلمة اويد يعني من كلمة اوضوميتر وده هو التانجينت استيفنس للأوضوميتر لبداية التحميل او لابداء احمل زراع الأوضوميتر في بداية التحميل بحث ممكن اقدر احسب التانجينت استيفنس ده والكلاكسيز زي ما احنا قلنا بسميه اوضوميتر لودينج استيفنس وهو الاوامل الجسائه اللي هو مرحلة تحميل الويدوميتر الاي او او اوررف مميز موضوعه لائم الاوامل يوضوم نفس الء مسجد ان قểu عامل تانجين و الان او الار المعناها ريلوودينج الليل هو او الاولودينج استيفنس او الى الاعجاز الليل تواصل الاولودينج استيفنس ايا اي خمسين هي اضربه في ثلاثة بتاديه الى اي و ار للريف والي اويد هو عبارة عن واحد ناقص ال بوصونز رشيو ال اي خمسين على واحد ناقص اتنين بوصونز رشيو في واحد زائد ال بوصونز رشيو اا ده المنحل تقولنا عليه اللي هو من خلاله اقدر اوصل وهو عبارة عن علاقة بين الديفيق الاسترس اللي هو السيجما واحد ناقص سيجما ثلاثة الاكسي الاسترين اللي هو الانفعال بتاعي فبا ايه سيجما واحد ناقص سيجما ثلاثة انا بترى اكسي اللي ابدأ ادخله العينة وابدأ اصلط عليه ضغط الووتر بس للعينة فالحمل الافقي اللي بيكون يحب العينة من جوانبها اسمه السيجما ثلاثة والضغط الرأسي اللي هو منفوقه من تحت حولين العينة نفوقه تحت العينة ده اسموه سيجما بيسمي سيجما واحد لما انا ناجا ازود الحمل الخارجي اللي أبدأ اضيفه على العينة عشان قادرا ابدأ اختبار الجزئة الخاصة بالتحميل الحمل الخارجي ده هو الاضافي اللي هوه ايه هو الديبيتون اطلع السيجما واحد ان المهلابت الي هو الحمل اللي اتحطي علي السيجما واحد فزادت معي بطرح منهresse ثلاثة سيجما ثلاثة بدينا الحمل انا قادرتهعم بشكل فردي مماس للمنحنة المعايدة اللي هو الخط ده اللي هو الميل بتاعه في الأفق واحد والرأسي الاي اي او الاي الاي الاستيفنس مودلس او اليانجس مودلس هنا خط تاني يعتبر برضو مماس اوصله ازاي انا عندي هنا الكيو اف تده اللي هو الفيريال لاين لما بيحصل الفيريال للعينة عندي اعلى نقطة في المنحنة اخدها افق كده يقبط معايا في الديبيتورسترس المسافة دي اللي زارت معايا باجسيمها على نصين النص ده بده امده لغاية من يقبط الخط المنحنة بتاعي ووصل من الصفر للنقطة دي ومدها الفوق اداني ميل اللي هو واحد الافقي وهو اي 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 اخمسين الخط ده من نقطة التماسي بتاع المنحنة بتاع العلاقة بتاعي مع الكيو اف ده منزل منه الخط الميل معين ها دي حسبات معينة الميل ذا Art معنى إي يو ار تمام اه ايه ثانى بعد كدة الميو اه او البوصلز ريشيو ان Stellarرات ستبت بصر يخص مرتبطه معايا بالااااا عامรوس مدلة في قوانين كثيرة اه زي ما شوفنا الجزء منها من العادة. اه اللي برضو اللي هي اه اللي برضو والدفولت بتاع البلاكسس دايما بيكون ما اعتبرها باثنين من عشرة. في معايا بعد كده السي اللي هو اه ده اللي هو التماسك بتاع العينة. لو كانت عينة طينية بيكون التماسك بتاع اه بصفر. دايما بديني خطأ ويطلب مني قيمة حتى ولو واحد مثلا. ودي زاوية الاحتكاك الداخلي للعينة بالطربة. دي زاوية التوسع بتاع العينة اللي هي بعبارة عن ناقص تلاتين. بعد كده الكي عندي اللي هو البالك موديلس. بالكي دي بيطلبها برضو بلاجيها في القوائم الاختزار معايا. هي عبارة عن اليونجس موديلس. اه على تلاتة مجروبة في واحد ناقص اتنين بوصون راشيو. طب ايه الكي نود انسي دي? الكي نود للنورمال كونسولوديشن. هي الكي نود انسي. انسي اختصارة نورمال كونسولوديشن. اه ودي الديفولت بتاعها بيكون واحد ناقص سين فاي بيحسبها البرنامج اوتوماتيك. مجرد ما بدخل له كي نود. الكي نود دي عبارة عن قيمة ما تزيدش عن واحد. وهي من من المعادلة الكي نود بيستساوي بوصونز راشيو على واحد ناقص بوصونز راشيو. وزي ما هو دايما بيلاحظ ان الاوبر كونسولوديشن برضو دي مرحلة من مراحل اختبار تري اكسيال. اه اللي بيحصل فيها اللي هي في المراحل اللي هي ممكن بيتوقف فيها عن التحميل. او بيكونش فيها تحميل الكي نود دي بتؤخذ من 15 من مية ل 25 من مية. ابدأ اه اه وانا على كده اه اشوف ايه القيمة بتاعت الكي نود للان سي. اه وايه واكمل اه المراحل بتاعتي او قبل البرنامج بالبرامتر زي اللي هو بتطلبها مني في المرحلة دي.